السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي متابعين كلمتين مع شايماء اهلا ومرحبا بيكو ياريت تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش عشان تنورونا ودايما تسمعوا كل الاخبار والاحداث الجديدة النهار ده بجد يعني عايزة ابدأ كده بجملة شهيرة جدا مين طف النور ايه يا جماعة ده مين دي مين دول انا لقيت الدنيا كلها مقلوبة على غادة عادل ومصطفى اوكراني مين غادة عادل ومصطفى اوكراني حاجات غريبة حاجات غريبة والله يبقى تحصل في الدنيا دي يا جماعة غادة عادل دي يوتيوبر مشهورة جدا المفروض انها وصلت لمليون مشترك بس عارفين وصلت لمليون مشترك ازاي هي ما بتقدمش اي محتوى يعني انا شفت فيديوهاتها لا مثلا عندها روتين وبتقوم كل يوم تنظف الشقة لا مثلا قناة طبخ وبتطبخ وكل يوم بتعمل لنا وصفة واكلة جديدة ولا مثلا قناة تحديات وبتعمل تحدي مع حد ولا مقالب وبتع اي حاجة اي امارة فيديوهات تمثيلية وعبقرية ونشوفها كده طلع بتمثل وفنانة شهيرة ما بتعملش حاجة خالص غير انها بتتخطب وتتفسخ تخيلوا هو دا اللي وصلها للمليون غادة عادل من يوم ما فتحت القناة كانت القناة مرهاش اي تلاتين لازمة لان هي اقصى ما بتعملش اي حاجة مفيدة تمام ابتدت حبيبتي اتخطبت لواحد اسمه مصطفى اوكراني مش عارفة هو اوكراني لانه هو اوكراني ولا هو اسمه كده ولا ايه بالزبط ولا اوكراني من اوكرانيا يعني فالمهم اتخطبت غادة عادل للاخ الجميل مصطفى اوكراني وابتدت ان هي يجرى لها ايه كل يوم تطلع تقول مصطفى بيخني وتعيط وتفسخ الخطوبة فالناس تدخل وتتعاطف معاها وتتفاعل لحد ما تعلى وتعلى والقناة تجبر وبقت مية الف نص مليون شوية ما فيه كل دا يا جماعنا عايز اقولكم انه وصلت للمليون دا ما فيهش في كم شهر يعني الموضوع ما طولش معاها خالص بعدها رجعت للخطوب صعب علي وجه واستسلت اسمحني وانا لازم ارجع له الناس تخش ولقا اوعي تسمعي كلام وعارفين اللي هما الاندر ايج دول اللي هما العيال الصغيرة لهم خمستاشر لستاشر سنة العيال الهبل دي يعني انا اسفة والله اللي هما مش عارفة اليومين دول الشباب اللي اهلهم مربهمش خالص وقاعدين طول النهار يعني متحمسين يخشوا ويصدقوا كلامها ولقا واوعي ترجعي له دخاين والنص التاني يقولولها لقا سمحي ده طيب وبيحبك وبدأ مرجع واستسماحك لازم ترجعي له وهكذا يومين تلاتة وترجع تقول مصطفى بيخلني انا فسخت الخطوبة وقلعت الدبلة وهكذا يا جماعة فضلنا على الحال ده كل يوم تفسخ الخطوبة وبعدين اليوم اللي بعدين ترجع له تاني بناء على رأي المتابعين لحد اما القناة بقت مليون مشترك لحد اما جاتت ضربة كبيرة بقى خلاص عايزة توصل للمليون تعمل ايه قبل الفرح بكم يوم بالزبط وبعد اما اشترت فستان الفرح قالت يا جماعة انا فسخت الخطوبة وهبيع فستان الفرح او ههدي هدية لأي واحدة من المتابعين بتوعي وكانت القنبلة طبعا ايه ده فيه بنت وعروسة وهتتجوز والقبل الفرح بكام يوم خطبها خنها وسابها والناس ابتدت تتعاطف معاها وابتدت تعلن زي مسابقة كده هتختار واحدة من المشتركين تديها فستان الفرح وتتبرع به عشان هي خلاص مش هتتجوز وعيش في مأساة رهيبة ربنا ياخدكو ايه المهم يا جماعة انا تعبت يعني انا المأساة تعبتني انا شخصيا المهم الست غادة مفيش يومين اتنين وقالت يا جماعة انا سمحته واحنا هنتجوز وتجوزت وعملت فرح وباسم الله ما شاء الله الاخت اللي قدامنا دي متجوزة بقالها شهرين بالعدد عارفين يعني ايه بقالها شهرين يعني الست ماكملتش شهرين يا جماعة طبعا في خلال الشهرين علشان توصل لأكبر عدد مشاهدات انا حامل اختبار الحمل انتو عارفين الحاجات اللي اليوتيوب كله بيطلع فيها لازم يطلعوا اختبار الحمل على الشاشة عارفين الاختبار دا اللي هو بيبقى يعني اصلا في الطويلة وبنرمي في الزبالة فهو لازم كل اليوتيوبر يطلعوا اختبار الحمل على الشاشة ويوره لنا وانه جوزها مش مصدق على اساس انه طب ما انت متجوزة يا بنت ما انت متجوزة ما انت طبيعة تبقي حامل لكن لازم 3 اربع فيديوهات جوزي مش مصدق مش مصدق ليه يعني انا هو مش مصدق ليه مش انت حامل مش انت متجوزة فطبيعي يعني بعد الجواز الست بتحمل فهو لازم بقى 3 اربع فيديوهات جوزي مش مصدق ان انا حامل ايه حقوه انا حامل اهلي مش مصدقين العالم ليه مش عارفة بس كله ايه مش مصدق المهم ما علينا 5000 دي فيديو على موضوع الحمل علشان تعدي طبعا المليون بمراحل بعدها بقى الست غادة طلعت دلوقتي لا المشاهدات وقعة مش عارفة تصرف خلصت الخطوبة والجواز والحمل دلوقتي بقى دخلت في سكة ايه من شوية دخلت عليها يا حبيبتي القناة دخلت عليها دخلة وكانت دخلة سودة دخلة سودة يا جماعة لقيتها بتتطلق بعد شهرين يا كت لسه حامل الاسبوع اللي فات وعمل فيديوهات الحمل دلوقتي بعد اسبوع واحد بتتطلق قال ايه هو دخل الحمام راحت مسكت التليفون بتاعه بتبصي لقيته بيكلم واحدة تانية وبيخنها راحت افشت واخدت سكرين شوت للبتاع والسكرين شوت ده الغريب انها سمعتنا صوت الست فانا مش عارفة ازاي سكرين شوت وفي نفس الوقت البنت بتتت بمسمعنا الصوت فده سكرين شوت غريب سكرين شوت بيلقت صورة وبيسجل كمان وحتى رموش صناعية وحتى ميكوب كامل وقعدة تعيط وتقول بيخني زي ما انت شايفين كده يعني هي ركبت الرموش وبعدين ابتدت تعيط وبعدين انا عايزها ما حطتش بقى جلسرين علشان الدموع ما تجرحش الخدود المهم ابتدت بقى تعيط وتقول وخني وبيكلم واحدة تانية وبيحب علي وبعدين طلعت في الفيديو اللي بعده انها راحة شقتها تشوف ايه اللي حصل لقته وخد عفش البيت في كل ده في يومين يا جماعة في 3-4 ايام مثلا راح وخد عفش البيت وهي قالت ايه بقى بترجح مش معقول يكون لحق ياخد عفش البيت يبيعه لكن اكيد راح تجوز واحدة تانية وخد العفش يعني هو ملحقش يبيع العفش باربعة ايام لكن لحق يتفق مع واحدة ويتجوزها وياخد العفش من شقةه ويفرش في شقةه الجديدة يعني حسبوا ان الله وانعم الوكيل والله الواحد مش عايف يقول ايه وطبعا انا واسقة معيك وطبعا هي طلعة بتكذب يا جماعة محتش فيكوا يكذبني صدقوني هو خاين وانا هتطلق والكلام ده كله وحتى ماما انا قلت لماما الموضوع وماما قالتلي ايه ان انتي لازم قلت لماما الموضوع وماما قالتلي ان انتي لازم لازم نطلقك منه فاشوفو هي مامتها بتحردها على ايه يعني مامتها بتحردها احنا لازم نطلقك منه ولازم ناخد حقك والاي ما هو ماضي عليها ولازم تاخدي عفشك كامل يا بنتي ازاي ما تسيبش عفشك يعني بدل ما نشوف مثلا طب هنبحث الموضوع طب هنشوف ايه لا يحصل وبعدين فضحوا الرجل يا ولده على اليوتيوب حتى ست خاين كلم واحدة تانية انتو بتعلموا البنات ايه هي كل واحدة جزها تعرف انه جزها كلم واحدة مسلا تطلع على اليوتيوب وتعمل عنه فيديو يا خاين يلي كلمت واحدة تانية يلي افاشتك برزا فضحته الراجل في ديحة يعني المتار يمتلقه على البعيش ايه يا جماعة ده في ديحة في اليوتيوب وطلع يا ماما شفتوا انا جايبا لكم ماما عشان تصدقوني شفتوا هو وازاي خني وعمل وعمل وسوا وممتها طبعا دخلة معاه في الحوار يا بنت احنا مش هممنا العفش احنا هممنا بيتك اللي اتخرب يا حج انت شكلك مش مدايق على بنتك خالص يا حج وانت بتتكلمي والله انت شكلك مش زعلانة 3% فانا مش عارفة يا جماعة بجد انا استغربتي يعني قمة الاستغراب قنوات بتطلع وبتبقى مليون على حس احداث غريبة جدا على فكرة معنش ايه مشكلة ان القناة تكبر وتعلى عندي مشكلة في المتابعين اللي بيتابعوا المحتوى التافه اللي مالوش اي قيمة المحتوى اللي كله كذب اساسا وكله ادعاءات ويومين اتنين وهتلاقوها رجعت لمصطفى الاوكراني وعادي جدا ورجعوا البعض ومفيش اي مشاكل وطلع مفيش اي وانا سمحته عشان خطر المتابعين وانا حامل تاني برضو وفاهمين واللي هو مفيش اي مشاكل هي لسه من الزعل الاول هتسقط وبعد كده هترجع له وبعد كده بقى تحمل تاني فلسه فيه قدامنا مويلة ما انا هنوصل للاتنين مليون ازاي والموضوع بالسهل بتمنى كلمتين مع شايماء يكونوا عجبوك يا جماعة ودايما تكونوا معا